كتب خروف أو فقط خروف اللي موجود بنا ببركة بدنا طبعا كوركم ثوم مجفف زعتر وروز ماري ملح فلفل أما بالنسبة للرز يا حبيبي يا أبطاها فأكيد بنا 2 كيلو رز بسمتي لتلين من مراقل مراقل اللحم نصف كيلو لحم مفروم نصف كوب زيت نباتي ربع كوب سمنة بلدية انتبه سمنة بلدية اليوم في بصلي مفرومة بدنا كمان جوز الطيب برات مشكلة قرفة وفلفل أسود وملح أول شي بدنا ندخل الكتف أو الفخذ على الفرن بصفك شنين يا أبو دعج وضعك تمام بسم الله الرحمن الرحيم في بولي زجاجية بضيف شوية منها الزيت حتى نتبل إيش؟ نتبل الفخذ راح نضيف عليه شوية من البابريكا عندي هون روز ماري وزعتر مطحون وكمان هالفلفل الأسود هالملح وشوية من الثوم البودرة هذا بالنسبة للفخذ باقي البرات راح ننشوفها أكيد وين راح نشوفها على الرز يا أبو طه إذن عملنا التتبيلة بالزيت بالثوم البودرة بالبابريكا بالزعتر والروز ماري وملح وفلفل والآن راح أدهن الفخذ أو الإيد أو أي قطعة من اللحم أو الدجاج بهالتتبيلة هاللي مرتبة هاي دائمتوا شايفين طبعا هاي قطعة من الفخذ من دون الموزة ولكن استخدموا أي شيء بتكمية بعد إحنا ما تبّلنا هاللحم راح أخلي شوية من التتبيلة حتى أضيفها على خضار راح أدخلها على الفرن حتى أضيفها مع الرز الآن بعد ما أنا جهزت الفخذ رايح أجي رايح أجيب ورق ألمينيوم فويل مع ورق زبدة وأضيف بسم الله الرحمن الرحيم الفخذ داخل ورق الزبدة ورق ألمينيوم فويل وبعديها رايحين نغطي هالفخذ منيح منيح يعيني حتى ما يلامس ورق الألمينيوم فويل تمام 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 فرني مسخن على حرارة مية وثمانين بدها قطعة زيها يعني أنا بستخدم فخذ ثين جوا تقريباً وزنهم ما يعادل أربعة كيلو بدي ثلاث ساعات على حرارة مية وثمانين من دون إضافة لا ماء ولا شيء ولكن إذا شفنا فيه مي طلع منها هتفشل عندي العملية بطلحهم برد بغلفها منيح بحيث أنه المي لازم يطلع مي بالمرة بالمرة هاي الفرون شايف ولا حبة مي جوا ممكن أن أوقي نظرة طبعاً أكيد بعد إذن طبعاً شوف فيه يا بطاها شو رأيك فيه مي جوا بالصينية نهائي لا فيه إذن عملية الشوي عنا ممتازة مية في المية الله عليك يا بوعون هون أنا عندي كمان خضرة راح أقدمها معيش مع الرز فعندي منها الجزر لصغير يا أبطاها قشر مسلوق وعندي كمان بطاطا وجز عملها بقشرها رايح أضيف عليها ما تبقى من التتبيلي يا أبطاها تمام هاي التتبيلي سمنة متى آه السمنة بس بس تيجي آه بس تيجي بس تيجي راندي الديسي راندي الديسي مش هتسا مش هنيش ننفضح صح عندي هون فرني كمان على حرارة مية وثمانين مدة نصف ساعة راح أضيفه مع الرز تمام الرز بكير عليه حنسويه بعد شوي لكن مش الآن هاي عنا هون إذن لحمتنا صارت جوة وخذارنا كمان صار جاهز يا أبو طاها ويلا عم نتبلو جزر وبطاطا ممكن نضيف كمان أي شيء بدكم إياه خلونا الآن نوديه على الفرن أوكي تقريبا نصف ساعة بل عنا الرز بس بنا نعمله لأن لحمتنا صارت داخل الفرن وامهداي وأنا من الساعة ثمانية ونص حاطط قطعتين لحم بالفرن بدينا بالسمنة وبالزيت أضفنا البصل حسناه شوية بعدين أضفنا لبهرات حسب المقادير وأضفنا مرق اللحم أو الدجاج اللي عندي وصار يغلي الرز عندي منقوع وجاهز رح أنزل الرز الآن وأطبخه لمدة تقريبا معشر دقيقة حتى ينضج عندي تماما في هون تكنيك تفاضل ورجينا التكنيك إذا بتكتافوا أن الرز يارو صحيح بتحطهم العقبة بالنص انظلت واكفة انت معناته بالسليم شكرا يا بوسام طبعا تعليم المخرج ادحش الطنجر رزوك فيها بو مش مستوي بو مش مستوي بل الله هو مش مستوي بس الله العظيم هاي أفكار يعني بحياتي ما سمعتها عم جات برافو شاي طيب في مقلاق أخرى لحظيف شوية من الزيت وأبدأ أقلي لحمة خشنة حتى حطها عوجه الرز كمان يابطة أنا هون الرز عندي آآ طبخته وعب تنبت وعب تبتص المي وطيت عليه الحرارة كثير عندي هون شوية لحمة رح أطموكم مع الملع والفلفل وقدمهم أورشع عوجه الرز مع اللحم اللي عندي وكمان الخضار تبعتي صارت موجودة داخل الفرن بنفس تتميلة اللحم إذن طبقنا صار جاهز كله بظل بس بآخر البرنامج حتى نسكو بكل روز ارتاح وانتص كل هالمرق وهالسوائل الطيبة وأبو عون صارت طبخته جاهزة رح نسكوبها هاي اللحمات جاهزات مش من نزلات مية زي ما بده وزيادة ولا لا أبو عون ما شاء الله هاي تمام الله الله تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله شوفوا محلة هالفخذة اللون والأروع بشحي منظر يعني رهيب جدا اللحمة طبعا ذايبة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بوعون يا سلام بسم الله ما شاء الله خلينا الآن نقطع الثاني كمان بيقطع أزغر منها شوية لك بنفس جماليتها ما شاء الله تبارك الرحمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة